لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد اذا اخواني الكرام يجب علينا ان ننتبه الى ان هذا الدستور هذا الدستور سيؤسس الى مرحلة هذه المرحلة ستكون المستهدف فيها القيم وقد لاحظنا الان جاءوا الى مجلة الجيش اعفوا الان جاءوا الى وزارة الدفاع الوطني وحولوا الجيش الجزائري من سليل جيش التحرير الوطني الى سليل جيش ماصي نيسا وربما سيأتي يوم اخر وتظهر اشياء اخرى نحن الذين نعرفه ان الجزائر كانت مرت بمراحل شكل الجيوج ولكن الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير الذي تأسس في اول نوفمبر وهذا الجيش هو الذي أسس الدولة الجزائر كل الدول في العالم تقريبا الدول تصنع الجوش الا الجزائر الجيش هو الذي صنع الدولة الدولة كانت محتلة ومستعمرة لما تأسس جيش التحرير قاومة حرر الجزائر وبدأ في بناء الدولة الجزائرية وخرج من رحم هذا الجيش جيش التحرير الجيش الوطني الشعب قيمه ما هي قيمه اسلامية لغته العربية وطنه الجزائر علمه راية الشهداء هذا هو الجيش اما الان دخل لي فيه جيش مصري نيسا لم يذكر اصلا اذا كانت تذكر لي معركة خاضها مصري نيسا على اساس انها تعود الى الجيش الجزائري والفتوحات الاسلامية التي شارك فيها الجزائريون وصلت حتى الاندلس ألم يشارك الجزائريون مع طارق بن زياد ودخلوا الاندلس وفتحوا الاندلس لماذا لم تتحدث عليه خايف يغضبع منك الاسبان راح تلي غير المصري نيسا لم يكنش حتى واحد راح يتكلم عليه لم يذكروا لم يذكروا حتى المجاهدين الكبار لم يذكروا ابطال الثورة الجزائرية لم يذكروهم ذكروا الا مصري نيسا بالاسم حسب ما شف وانهما وانهما ناس اللي رسموا عقيدة الجيش التحرير الذي رسم عقيدة الجيش الجزائري هو بيان اول نظمبر بيان اول نظمبر هو الذي اسس جيش التحرير وجيش التحرير هو الذي خرج من رحمه الجيش الوطني الشعبي الجيش الوطني الشعبي جيش بقيامه الإسلامية وحضارته الإسلامية ولسانه العربي ووطانه الجزائر ويمتد لديه تاريخ ولكن على الأقل إذا كان أردتم أن تذكروا التاريخ وتحطوني الجيش الجزائري لما قبل الميلاد هناك الكثير من المحطات لا يمكن التغافل عنها وتتعلق بمراحل حقيقة تدعو إلى المفخرة والافتخار وليس مراحل عليها كثير من الشبهات وحتحديدا ماسي نيسا أنا لم أعثر على واحد مؤرخ مستقل ذكر بأنه حقيقة بطل يستحق التكريم على موقع وزارة الدفاع الوطن إذن إخواني الكرام بالمختصر المفيد هذا ما أردت أن أقوله في هذه المداخلة سأعود إليكم في نقاط أخرى مستقبلا أتمنى منكم نشر هذا المقطع وأؤكد دائما وأبدا على أننا نريد التعامل بعقلانية نبتعد عن العواطف نبتعد على أن نتحول إلى أدوات مستعملة ليجي غنيلنا نرقص معاه وبعد ذلك ندخل في متهاك نحن في غين عنها لو استعملنا العقلانية التي يتصف بها حقيقة عموم الجزائريين وتم استعمالها في طريقها الصحيح لكان 22 فبراير 2016 نقطة تحول حقيقية في الدولة الجزائرية ولكن بسبب هذه الموجات العاطفية وليجي بندر ترقص له بعض الناس حتى أفسدوا العرس الديمقراطي والعرس التاريخي وعرس الحراك الشعبي على الجزائريين وها هو وصلنا إلى حال صار فيها جيش نسليل جيش مصنسا والقادم ربما ستكون أشياء أخرى الله يعافينا منها ويعافيكم جدا شكرا لكم أحبة الكرام ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر